السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة النهاردة سهلة جدا من ازازة بلاستيك هنحتاج النهاردة في الفكرة جزء بس من الازازة الجزء اللي فوق كده كنت عاملة بفكرة برضو معاك وقبل كده وده الجزء اللي اتبقى من الازازة مش برميه طبعا بعمل بقى افكار تانية للبيت هاخد الجزء ده كده وعلم على النص كده منه بالشكل ده علشان انا عايزة نص الازازة بس مش عايزة الجزء ده كله يعني هحتاج نصها بس فهعلم كده على الجزء اللي انا هقصه وهتقصي بقى بقطر او بمقص او ممكن سكينة تسخنيها على النار لو عندك مقص كبير هيبقى سهل جدا بالنسبة لك انك تقصيها الفكرة سهلة او بسيطة وهتعجبكم ان شاء الله في الاخر بحاول اجيب لكم الافكار المفيدة واللي خامتها متوفرة طبعا في البيت كلنا عندنا الازاز دي ممكن كمان تعمليها باي حجم متوفر عندك من الازاز بس ما يكونش الحجم طبعا الزغير يعني اي حجم كده كبير او متوسط ده الجزء اللي اصناه كده بقى بالشكل ده هو ده الجزء اللي هستخدمه في الفكرة اعادي التدوير دي حاجة ممتعة جدا للي طبعا بيحب الحاجات الهند ميد لانها بنت بتحولي من حاجة ملهاش اي لازمة في البيت كانت كراكيب او حاجات نفايات طبعا من البيت بدل ما هترميها هتحوليها لحاجة مفيدة فلما الحاجة بتخلص او المنتج بيخلص في الاخر اا يعني بتكون حاجة مفرحة جدا لك ان انتي طلعت المنتج ده من تحت ايدك جبت طبعا بواقي قماش كده اي قماش طبعا متوفر عندك بس يكون قماش تقيل شوية علشان يكون كويس معاك في الشغل هنبدأ كده نغلفها كلها لو ما عندكش بقى قماش ممكن تشتغلي بيه ممكن لو عندك ستيكر لو عندك مشمع اا لو عندك جلاد اا يعني متوفر معاك من اي حاجة من ادوات المطبخ كل الحاجات دي تنفع بقولك البدايل اللي بافتكرها علشان مش لازم تعملي الاشكال اللي انا عملتها او تشتغلي بنفس الخمات اللي انا اشتغلت بيها لو عندك بواقي قماش بلوزة قديمة بانطلون قديم ممكن طبعا تشتغلي بيه بنحط كمية شامع كده على الاطراف كويسة عشان اهم حاجة ان الاطراف تكون سبتة وكويسة في اللزق علشان مايفكش معانا في الشغل هنشيل طبعا الزيادات كده علشان نشتغل كويس عشان ما تكونش كمية القماش كتير هنشيل كل الزيادات لو عندك استيكر طبعا هيكون يعني اسهل بكتير من القماش هتحددي كده الجزء اللي انت عايزاه وبتلزقي على طول هسبت كده الاطراف كويس جدا الازازة البلاستيك او القرورة الكبيرة دي ممكن نطلع منها افكار كتير جدا اكتر من عشر او عشرين فكرة ممكن نعملها بكل الاجزاء اللي هنقصها من الازازة الجزء اللي فيه الغطا الجزء اللي في النص زي ما انا عاملة الفكرة النهارده كده الجزء اللي تحت خالص ده بنعمل منه افكار كتير جدا للبيت والمطبخ يعني ممكن نطلع من الازازة افكار كتير قوي يعني لو عندك ازاز مثلا كبيرة بالحجم ده ومش بتستخدميها اعمل لها قاعدة تدوير هتفيدك جدا في البيت هتطلع منها افكار حلوة جدا وهتوفر لك طبعا بنسبت كده الاطراف اهم حاجة تحطي شوية شمع حلوين كده علشان تثبت معاك اهم حاجة في لازق القماش تكون الشمع يكون سخن كان هنا المسدس طبعا مش سخن لسه قوي كل ما بيسخن كويس او بيقعد فترة كبيرة بيبقى سخن قوي فبيلزق كويس تلزق كده الاطراف اتمنى تكون كل الافكار بتستفيدوا منها وتعجبكو بحاول اجيب لكو الافكار السهلة المفيدة في افكار طبعا كتير جدا من نفس الحاجة ممكن تعملي كذا فكرة بحاول اجيب لكو الفكرة السهلة يعني تقدروا تعملوها كلكو او كل ست بيت تعرف تعملها في البيت يارب تكون القناة بتاعتي بتستفيدوا منها وافكار يارب تكون بتعجبكو قفلناها بالشكل ده بعد كده جبت جزئين كده قد بعض بالشكل ده وهبدأ احطهم في الجناب علشان الزقها وتقفل معايا الجناب ممكن طبعا ما تعملها بقماش بس ممكن تعملها بكارتون بس لقيت القماش اسهل واسرع ان انا عملها بالقماش بس وكمان القماش ده تقيل يعني مش محتاج كارتون لكن لو عندك هتشتغل بقماش خفيف او ستيكر كده خفيف تقفليها بالكارتون الاول هتغضي المقاس وتقصي الكارتون وبعد كده تغلي فيه وتبدأ تلزقي علشان تقفل الجناب هسبت كده الجناب اهم حاجة نحط شمع كويس ويكون سخن علشان مايفكش معايا تاني القماش مع القماش بيلزق جدا بالشمع ده لما الشمع سخن وقفلتيه ونشف على القماش فبيمسك جدا ألزق كده الاطراف بشكل كويس ده كله طبعا هيتغلف من الظهر فيبقى متين اكتر هيتحطله طبعا غلاف تاني من القماش سبتها بالشكل ده كده من الجنبين وهعمل الجزء التاني برضو لو عندك بقى الإزازة أصلا مقفولة فمش هتحتاج الخطوة دي هتكون مقفولة من جزء هتقفلي بس جزء التاني اللي مفتوح من ناحية التانية لكن انا عشان عندي الجزء البلاستيك ده كان مفتوح من ناحيتين فعملت الخطوة دي هقفل كده الجزء التاني بدأت كده توضح الفكرة ان هي عاملة زي الطبق كده او السبت افكار الهند ميد والإعادة التدوير بتشغل طبعا وقت فراغك لو عندك وقت فراغ في البيت بتتعلمي اي حرفة عندك في البيت يعني مش بتخرجي او بتنزلي انت جوه البيت بتتعلمي حاجة لنفسك وبتفيدك في البيت بتوفر لك فلوس وبتوفر لك يعني امكانيات ان انت تعملي حاجة بايدك بتسليكي طبعا وبتديكي يعني وقت ممتع ان انت بتستمتع بحاجة انت بتعمليها بايدك فلازم كل واحدة لو عندها وقت فراغ تتعلم حرفة معينة هي بتحبها فيه ناس طبعا بتحب الهند ميد بتحب الكروشيفي بتحب التطريز فيه ناس بتحب قاعدة تدوير انا طبعا بحب الحاجات دي كلها سبتنا بالشكل ده بشكل كويس جدا سبتت الاطراف كده بقت عندي بالشكل ده دي اول خطوة اهي قفلناها كلها من الجناب بقت عندي كده جبت جزء من القماش تاني بقى بواقي اي قماش ممكن تبلوزة مثلا او شميز تقص منه جزء كل الحاجات دي طبعا بتكون مش صالحة للبس خالص لو انت مش محتاجاها وهي قويسة الملابس ممكن تتبرعي بيها لكن لو انت عارفة ان هي مش صالحة للبس ممكن تشتغل بيها في قاعدة تدوير خدنا جزء كده من القماش ده وهقفل بقى الظهر كله تانيت طبعا الاطراف علشان يكون تنضيف للقماش كده يكون شكله كويس كل خطوة تعمليها بتبين كده وبتظهر الفكرة بنتني كده الحروف دي كلها في الاخر تلع شكله حلو جدا وطبعا بنستخدمه بقى استخدامات كتير قوي في البيت وكلها حاجات كانت المفروضة هتترمي اصائص قماش او بواقق قماش وجزء من ازازة حولناها الفكرة مفيدة جدا في البيت لو انت محتاجاها تشتريها بمبلغ بس طبعا احنا عملناها من اعادة تدوير شكلها بقى حلو جدا من الظهر بقت شكلها حلو قوي متغلفة جميل وشكلها طحفة هنبدأ بقى نحط لها الاكسسوارات بتاعتها نحط ايدين كده من اي شنطة قديمة عند الجلد هنستغلها بدل ما ماركونة او هنرميها هتقصاصيها كده تغدي منها جزئين كده شرايط بالحجم اللي انت تحبيه ممكن اصغر من كده او اكبر من كده زي ما انت تحب اليد شكلها ازاي وهنسبتهم هتحطي طبعا كمية شامع كويسة علشان ما تفكش معاكي لو عايزة تعمليها بقى بالدباسة لو عايزها يعني تبقى متينة اكتر لكن هي استخدامها مش هتشلي فيها حاجات يعني تقيلة فالشمع هيكون كافية ثبتناها بالشكل ده بقى شكلها تحفق قوي قوي شكلها جميل جدا ثبت بقى تحطي فيه الدولاب تحطي فيه الاشاربات البندنات الشرابات ممكن تحطي فيه اللعب الزغيرة بتاعت الولاد استخداماته كتير جدا جدا ممكن تحطي فيه العيش ممكن تحطي فيه بطاطس في المطبخ ممكن تحطي فيه الفوض بتاعة المطبخ زي ما انت تحب انا عملتلك الفكرة والاستخدام ليك انت يارب تكون الفكرة عجبتك وبتستفيدوا من كل اللي انا بقدمه لكم فكرة بسيطة وسهلة وشكلها خطير جدا في الاخر شكرا جدا لمتابعتكم قناتي والسلام عليكم